اهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة على قناة تدريب كلاب لايف زوف دوكز بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة حلقتنا النهاردة اه فيها صديق جديد وفيها اه كائن جديد اه هنضيفه مع الكلاب في تجربة جديدة لي اه يعني فكرة خطرت في بالي وفكرت ان انا اه اجربها ونشوف التجربة دي انها تبقى عاملة ازاي واول مرة الحقيقة ان انا اجرب فكرة التربية تيور الكوكتيل اه الكوكتيل ده انا اشتريته اول امبارح بالزبط والحقيقة كان جاي ساكت جدا كانش فيه اي استجابة له انتم استغربوا اه العمر اه اتقال لي ان هو عمره شهر هو طالع من بيضة انا شايفه بعيني بصراحة والراجل كان بيجيبه اه كان معاه اخ لكن كان ريشه لسه مكتمانش زي ده اه قررت ان انا سميه اسم اه اخترت له اسم سمسم اه لكن لو حد عنده اسم يعني تاني ممكن برضو اه يكون كويس احنا لسه في اول الايام بالتعارف معه فممكن نختار له اسم تاني فيش مشكلة اللي عنده خبرة في التربية العصافير دي وشايفني وعنده اي معلومة ممكن يفيدني بيها اه ياريت يكتبها برضو في التعليق وانا هحاول معاه على قد ما اقدر ان انا اضرب الطائر ده واشوف تدريب الكلاب بيختلف عن تدريب العصافير وهتبقى اول تجربة مع العصفور الجديد ده عصفور الكوكتيل طبعا اول يوم ما كانش يعني بيتحرك زي ما احنا شايفين كده كان لسه ما اخدش عليا خالص كان خايف مني جدا اه لكن مع الوقت بدأ يتعود عليا اه انا مصور بعض مقاطع تعالوا نشوف التصوير ده ما كانش اول يوم لان كان اول يوم العصفور ما بتحركش خالص ومش عايز يدي اي ردود افعال وطبعا انا فسرت الفكرة ان هو اكيد المكان جديد عليه واول مرة يشوف الاشخاص اللي حواليه فقلت خلاص اصبر عليه شوية لحد لما يبدأ ان هو يتعود على المكان وبعد كده لما لقيته بدأ يتحرك شوية وطبعا هي حركته مش سريعة لان هو لسه سنه صغير لكن برضو لما حست ان هو بدأت اقلم شوية بدأت ان انا حاول ان ادربه انه يجي لي لما نادي عليه زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الفيديو وبدأت ادربه بالاكل زي ما بدرب الكلاب بالزبط لكن طبعا لسه انا مش متأكد النتيجة هتكون مزبوطة معايا قوي ولا لأ لكن اكيد مع التكرار هنشوف الوضع هيوصل لحد فين آآ هييجي اول مناديله ولا هيبقى الموضوع صعب آآ وطبعا اكيد فكرته دلوقتي ان هو بيجي عشان خاطر الاكل آآ وفي نفس الوقت لو تلاحظه هو دلوقتي بيبص حواليه لسه برضو بيستكش في المكان حاسن مكان جديد لكنه لما بيركز حبة وبيعرف ان الاكل في ايدي التانية بيحاول يقرب باي طريقة عشان يأكل ده ما انا شايفين كده اتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة وان شاء الله هيبقى لينا حلقات كتير مع طائر الكوكتيل وهنشوف مراحل تطور عمره مع بعض شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة